قام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي اليوم بزيارة تفقدية لمواقع الجيش الأوكراني الأمامية على الجبهة في دنباس والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لعدة هجمات جنتها الجماعات المسلحة الموالية لروسيا وكانت هذه الجماعات غير الشرعية قد قصفت صباح اليوم مواقع تابعة للوحدات العسكرية الأوكرانية ما أسفر عن مقتل جندي أوكراني وذلك على الرغم من تعهدها خلال اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية عشية أمس الالتزام بهدنة وقف إطلاق نار جرى التوصل إليها في يوليو من العام الماضي بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة أريد أن أكون رفقة الجنود في الأوقات الصعبة في الدنباس ونحن ذاهبون إلى المواقع الأمامية لروحه السلام للجندي الأوكراني البالغ من العمر 23 عاماً والذي قتل الليلة الماضية أوكرانيا بحاجة إلى السلام وسنفعل كل شيء من أجل ذلك وكانت مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن تسوية الوضع في دنباس قد توصلت ليلة أمس إلى اتفاق ينص على الالتزام الكامل بهدنة وقف إطلاق النار هذا الاجتماع الطارئ جرى تلبية لطلب أوكراني بسبب تفاقم الوضع في دنباس لكن التفاهمات الجديدة لم توثق بسبب الموقف الروسي وبحسب مستشار الوفد الأوكراني أوليكسيا ريستوفيتش فإن الجانب الروسي طالب بإجراء تعديلات على بعض بنود البيان الختامي التي اقترحها ممثل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يشار خليد شيفيك عندما بدأنا العمل على صياغة نص البيان المشترك راحوا يضعون العراقيل حاولنا إقناعهم أننا سنتفق على كل التفاصيل لكن بعد تنفيذ وقف إطلاق النار أولاً لأن الاتفاق حول التفاصيل قد يتطلب فترات زمنية طويلة لكنهم رفضوا اقترح شيفيك ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حلاً وسطاً وبدأ أن كل شيء يسير على ما يرام لكن الجانب الروسي أصر على تعنته ولم يوافق على المقترح